سوف نتعرف على طريقة كيفية إيجاد ليس لديك الإنم بالدخول على تطبيقكم دريبوكس نقوم بالضغط هنا على ضبط لاتدات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم سوف نقوم بالبحث هنا على تطبيق دريبوكس بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة بعدها سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تريبوكس سوف يضهن على هذا الشكل وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وزيادة من تحديد تطبيق تريبوكس وهكذا نكون قد قمنا بحالي المشكلة ولا تنسوا الضغط على